الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جوما عشرين ده بيارغة وطن رمضان شكرا تدبو ده داري حدود أربعين ده بيو باين هجران مزان الله صلى الله عليه وسلم ميني نهو كنچ متمنده كي أزمي سيكي أماني ده تراري أجي كنسا كوكومي كي شنشنا تراري كوكومي كي شاكر تراري شكي كي كي كوا لا باسا بشمي الطيب واستعماله باب لي في مطنية سنسونا تراري كوكومي أماني ده تراري أجي كنسا ولكن استنشاق البقور يكون مفقيرا أما شاكر تراري زي كريا ومتن أزمي أخيب مبنشي زكيان مطنية شنسونا تراري ده كما مطنية شاكا شنشونا وشيني مطنية ساة هانتن سيجي كم شنسا أما شاكا شيني مطنية زوكيشيا تهنير ينده غزن زي شغشكي كي جنسا تهنير مطنية هكا أزمون سياكري لأنه يصل إلى الجوف دومين هكا يكا يميسا هارتشكين كري جموتا تهنير هكا تفارو توأزمون كياكري كان using and smelling perfume during the day in the month of Ramadan invalidate your fast شاك says لا باسا بشمي الطيب واستعماله there is no harm in using or smelling perfume during the day in the month of Ramadan ولكن استنشاق البخور يكون مفترا however inhaling the gas that comes out of the perfume in the day of Ramadan it will break and invalidate your fast لأنه يصل إلى الجوف because it will reach and pass through your throat up to your chest this fatwa was given by Shaykh Ibn Uthaymin detail about the fatwa can be found in Fatawa Ramadan في السيام والقيام والاعتكافي وزكاة الفطر لأبي محمد أشرب بن عبد المقصود page 498 May Allah سبحانه وتعالى accept our ibadah and accept our fast والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته